في كل دورة لملس حقوق الإنسان للحديث عن اليمن لا تغيب موجة الاستياء لدى الشارع اليمني من عمل المنظمات الدولية حيث تستمر خيبات الأمل ويستمر تسييس العمل الحقوقي وتستمر أيضا الانتقادات الموجهة للمنظمات الدولية انتهاكات كثيرة تحدث بين الحين والآخر وتقارير لا تنظر في حقيقتها إلى تلك الانتهاكات ومواضيع تتغاضى المنظمات عن ذكرها بشكل جاد في تقاريرها الدورية أو تلك المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان هذا ما يتحدث عنه حقوقيون بعد ثلاث سنوات من حرب ارتكبت فيها ميليشيا الحوثي انتهاكات واسعة من قتل إلى اعتقال إلى اختطاف وغير ذلك إصرار المنظمات والهيئات الإغاثية ومنظمات الأمم المتحدة على اعتماد مركز واحد لنشاطها في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون تزيد من حدة هذه الانتقادات حيث ترفض المنظمات الحقوقية بحسب مؤيدين للشرعية الانتقال للعاصمة المؤقتة عدن مقابل تعاونها المستمر مع وزارة الصحة وغيرها من الوزارات التابعة للحوثيين وهي مؤسسات لا تحمل أي صفة رسمية فيما لم تعمل الانتقادات العديدة الموجهة لها على إعادة تصحيح مسار العمل الإنساني والحقوقي فبين تقارير عديدة وأدوات إنسانية يفترض أن تعين اليمنيين إلا أن واقع معاناتهم تزداد وتتعظم يوماً فيه والآخر